اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم المرحوم الطبرسي يذكر بعض روايات فضل العلم والعلماء قبل الدخول في صلب البحث وهو مناظرات واحتجاجات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأم المعصومين عليهم أفضل الصلاة وأسكى السلام في الرواية عن أمير المؤمنين كمقدمة أنه عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام يقول كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه شرف العلم ذاتي لا شك في ذلك طبعا العلم يرتبط بمتعلقه بمتعلق العلم إن كان مطلوبا فالعلم يكون مطلوبا وإن كان متعلق العلم مبغوظا فالعلم مبغوظا وبعبارة أصح العلم مقتضا للحسن والجهل مقتضا للقبح مو علة تامة وإنما باللحاظ المتعلق طيب هناك حدود خمسين آية في القرآن الكريم تشير إلى ضرورة اقتران الإيمان بالعمل الصالح الإيمان أمر بالجنان يرتبط بالجوانح والعمل الصالح يرتبط بالجوارح بفعل الإنسان حدود خمسين آية تتكلم عن الإيمان والعمل الصالح الذين آمنوا وعملوا الصالحات واحد لا يكتفي بأنه الحمد لله كما هناك شبهة أن قلب الإنسان يجب أن يكون سليما مو مهم العمل لا القلب مهم وليس كل شيء العقيدة الإيمان هذا مهم جدا ولكنه ليس كل شيء العمل الصالح يجب أن يقترن بالإيمان كما أن العمل الصالح بوحده أيضا هذا لا ينفع واحد يعمل الصالحات ولكن بالرياء للسمعة وليس هو بمؤمن مثلا بالله عز وجل هذا ما ينفع اقترانهما العمل الصالح بعد الإيمان ومن أهم الأعمال الصالحة بل أشرف الأعمال الصالحة هداية الناس لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما ضلعت عليه الشمس أو خير لك من الدنيا وما فيها هداية الآخرين هذا أفضل الأعمال على الإطلاق لذلك هناك التأكيد الشديد على أن يدخل الإنسان في علوم أهل البيت يتعلم علوم أهل البيت يعلم هذه العلوم للآخرين ينقذ الناس من الجهالة وحيرة الضلالة الأنبياء المعصومون عليهم أفضل الصلاة وأسفل السلام الأئمة المعصومون هؤلاء شنو كان هدفهم؟ استنقاض الناس من الجهالة والضلالة هذا كان هدفهم هذا أعلى الأهداف وأهم الأهداف الآن هذا الهدف من الذي يقومه يستمر في إيصال الناس إليه؟ العلماء فإذن أعلى الأهداف التي كان هدفه رسالة الأنبياء ولأئمة عليهم أفضل الصلاة وأسفل السلام هداية الناس إرشادهم إلى العقائد السليمة إلى الأفعال الصحيحة هذا الهدف العلّة المبقية لها بعناية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأسفل السلام العلماء العلماء وسطاء الفيض الإلهي لإيصال الناس إلى هذا الهدف لذلك قلم العالم يكون أفضل من دم الشهيد الشهيد يدافع عن حياظ الإسلام وتراق دمه الطاهرة لأجل الدفاع عن الإسلام والمسلمين هذا العجر كبير عند الله هو واحد يخسر حياته إذا واحد يخسر شوية من ماله إذا قد يتأثر إذا خسر بإرادته جميع أمواله يمكن واحد يجي يطلع من كل أمواله كل أمواله يبذلها في سبيل الله هذا مستبعد جدا لأن الإنسان متعلق بأمواله متعلق بالحياة واحد يخسر أجزاء بدنه هذا صعب أن يقدم الإنسان عينه يده رجله والإنسان حاضر أن يخسر كل شيء ليتمسك بهذه الدنيا طبيعة الإنسان الملك حاضر يبيعص سلطنته ومملكته وكل ما يملك حتى يعيش يوم أكثر إذن الإنسان متعلق بالحياة هذه الحياة الشهيد يقدمها لماذا؟ للهدف الأسمى للدفاع عن ثغور البلاد الإسلامية ولكن مداد هذا العالم أفضل من دم الشهيد لماذا؟ لأن مداد هذا العالم يوجب حفظ الدين لو لا العلماء لن درست معالم الدين هؤلاء وسطاء الفيض الإلهي لذلك في التوقيع المبارك إنهم حجتي عليكم من هؤلاء رواة الأخاديث الفقهاء هؤلاء حجة الله على الناس فمن هنا يظهر أهمية العين لاحظوا هذه الرواية في الاحتجاج وبهذا الإسناد عن أبي محمد الحسن العسكري عليهما الصلاة والسلام قال قال علي بن أبي طالب عليهما السلام من كان من شيعتنا عالماً إذن الشرط الأول من شيعتنا عالماً بشريعتنا الشيعة فيهم العوام وفيهم العلماء لا هذا يكون من صلف العلماء وعالماً بشريعتنا فهذا بعض الشيعة يعلمون علوم اليونان هذا مو شريعة الأنبياء والأم عليهم أفضل الصلاة والسلام علوم الغير عالماً بشريعتنا فأخرج طيب فهذا كثير من العلماء أحلاص بيوتهم أحلاص بيوتهم يعني ما يرتبطون بأي واحد ولا يبذلون ولا يزكون علمهم فإن زكاة العلم نشره لا فأخرجه فهو عطف التفريع يعني بعد أن كان شيعياً وعالماً وعالماً بالشريعة أخرجه ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى نور العلم الجهل إن كان بسيطاً أن لا يعلم الإنسان وإن كان مركباً فيتصور أنه يعلم وهو جاهل فهذا جهل وظلمات أخرجهم من الظلمات إلى نور العلم من الظلمات إلى النور الذي حبوناه به الحبوة ما تعطى للولد الأكبر يعني مقتنيات الأب الجيدة في اللغة الحبوة يعني العطاء بلا عوض ويمكن واحد يقول هذا العالم تعب صرف من عمره تعب على هذه العلوم لا ليس العلم بكثرة التعلم بل هو نور يقذفه الله في قلبه هذا الحبوة هذا النور يمكن واحد كثير يعلم بس ينحرف وما أكثر العلماء الذين كانوا كانوا على أبواب الصلاطين علماء سوء العلم غير التقوى فهذا النور العلم مو صرف العلم أن يعلم كثير من الأحيان واحد يعلم بالمحرمات ويرتكبه العلم ما يمنع الإنسان من دخول النار وما يدخل الإنسان إلى الجنة فإذن هذا النور صحيح لا يقال أنه إذن ننتظر حتى الله عز وجل يفيض علينا من نور العلم كلا دنيا الأسباب والمسببات كل شيء بقدر واحد يسلك هذا الطريق علما ويكون معه أيضا تكون التقوى معه العلم بدون التقوى وللو كان للعلم من دون التقى شرفه لكان أفضله أو أشرفه أهل الأرض إبليس العلم مع التقوى إذن مو صرف العلم وإنما هذا النور المهم لذلك ترى كثير من الأعلام كان ينقل السيدة العام حفظه الله يقول أحد العلماء اللي صرف كثير من وقته في سبيل العلم وله كتب عميقة في الفقه والأصول إلا أنه مغمور جدا يعني واحد ما يستمع له أصلا ما يشوفون كتبه مو مطروح آراء مع أن له آراء مبتدعة جيدة يعني أبدع فيها قالوا أنا كنت أشوف كتابه في مرة من المرات رأيت أنه فيك بعض كتبه أنه بطريقة أهان أحد الأئمة عليهم أفضل الصلاة وأسكى السلام بطريقة يعني مو هو قصده ولكن شبه فعلا للإمام شعير من شعائر الإمام مثلا بشرب الخمر بس مو قصد هذا صرف التشبيه وإلا هو عالم وقد يكون متقي زل قالوا بعد ذلك عرفت كيف الله أزوجل سلب توفيق علم هذا العالم أن ينتشر فيما بعد ماكو توفيق صحيح هو عالم وإن شاء الله الله يغفره هذه الزل قالوا أنا السيد العام كان يقول يقول أنا أتعبت نفسي لأنه كنت مألف آراء في بعض كتبي جايب آراء فرح اتدورت كل كتب المخطوطة شنو آراء حتى أحذفها إذا واحد هاتشي يعني في هالمستوى الله يسلب توفيق أن يكون رأية مثل رأية الشيخ الأعظم الأنصاري اللي هو محور المباحث العلمية في من بعده طيب فيقول العلم الذي حبوناه به هذا العلم نحن أعطيناه بلا عوض منة إلهية على الإنسان التأسلك الطريقة الصحيحة اتعب ومن طلب العلا سهر الليالي يغوص البحر من طلب الليالي مو وحد يقعد يقول اللي خلي تيجي إلي الله يعطيك اللؤلؤ إذا غصت في البحر الله يرزقك إذا رحت عملت هذا قانون الدنيا الأسباب والمسببات جاء يوم القيامة حسنا هذا العالم الكبير جاء يوم القيامة على رأسه تاج من نور هاي روايات متضافرة موجودة روايات متعددة روايات بل متواترة في فضل العالم لحظوا كتاب البحر الكتب الأخرى جاء يوم القيامة على رأسه تاج من نور ليش على رأسه تاج من نور مو أنه هذا علم انتشر أخرج الناس من الظلمات إلى النور فيتوج بأفضل عضو في بدنه اللي هو الرأس بتاج ينتشر النور من هذا التاج يعني هناك مناسبة بين ما يعطى في يوم القيامة وما أعطاه في الدنيا هو يضيء لجميع أهل العرصات يوم القيامة عرصات مختلفة متعددة مواقف متعددة كل هذه المواقف تضاء من تاج هذا العالم وحله لا تقوم لأقل سلك منها الدنيا بحذافيرها حله لا تقوم أو لا تقوم العلامة المجلسي في البحار يقول التجديد لا تقوم لا تقوم يعني من التقويم أو لا تقوم يعني لا يقاومها أي شيء في الدنيا فكل الأمرين جائزا حلة لا تقوم لأقل سلك منها خط من هذه الحلة الدنيا بحذافيرها الدنيا بكل ما فيها هذا يعني بأجمعها حذافيرها يعني بأجمعها ثم ينادي مناد يا عباد الله هذا عالم من تلامذة بعض علماء آل محمد هذا عالم من تلامذة بعض علماء العلماء علماء أمتي أفضل من أنبياء البني إسرائيل من المقصود بالعلماء الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام هؤلاء العلماء هذا المصداق الأتهم أو هو المقصود ويمكن أن نقول لا بما أنه علومنا عبر الروات عبر العلماء السابقين فنحن عيال على علومهم فالفقهاء الذين استفادوا الآن ينشرون دين الإسلام هؤلاء من نتيجة على مائدة العلماء السابقين فالمقصود بعض علماء آل محمد إما الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وهذا قطعي أو يمكن أن نقول المقصود أيضا علوماء السابقون وكذلك الروات الذين كانوا في عهد الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام ألاف من أخرجه في الدنيا من حيرة جهله خب فستش شنو في يوم القيامة أي واحد اللي وصله نور علم هذا العالم وفي الدنيا أخرجه من حيرة الجهل الجهل محتار ماذا يصنع أخرجه من حيرة الجهل هنا يشفع له ألاف من أخرجه في الدنيا من حيرة جهله فليتشبه بنوره يتمسك بنوره ليخرجه من حيرة ظلمة هذه العرصات إلى نزهة الجنان هذه العرصات حيرة في يوم القيامة يوم منه خمسين ألف عام شلون هذا الفرار واحد هناك يتشبه ويخرج ببركة هذا العالم لذلك هل يقاس العالم بالعابد العابد إن كان جيدا مؤمنا فينقذ نفسه هو هذا أما العالم فيسبب إنقاذ الآخرين أيضا ليخرجه من حيرة ظلمة هذه العرصات إلى نزهة الجنان فيخرج كل من كان علمه في الدنيا خيرا ولو مسألة بسيطة أو فتح عن قلبه من الجهل قفلا قلبه مقفول بالجهل فتح قفلا من الجهل علمه مسألة عقائدية هداه إلى مسألة فقهية أرشده إلى قضية أخلاقية في بيته خارج البيت لذلك العلماء السادقون هؤلاء كلهم أو جلهم كانوا أهل موعظة مو أنه يكتفي مثلا ذكر المسألة الشرعية الفقهية لا شوفوا الأمالي روايات المختلفة التي ينقلوها كثير منها روايات أخلاقية كثير منها روايات ترشد إلى السعادة في الحياة الدنيا السعادة الزوجية السعادة العائلية طريقة التربية مصرف من روايات الفقهية فقط أو أوضح له عن شبهة الشبهات مرتع الشيطان لأن الشبهة تشتبه بالحق أو تشبه الحق فهنانا محل صولان وجولان الشيطان يجول ويصول لأن الإنسان ما ينحرف دفعة إلا هناك شبهات تتراكم على قلبه بهذه الشبهات هذه الشبهات تسبب زيغ قلبه وانحرافه عن الجادة هذه الشبهات المتراكمة لذلك يقول وأوضح له عن شبهة يعني عنده شبهة يبين هذه الشبهة هل هذه الشبهة التي ذكرت وما أكثر الشبهات في هذا اليوم أحد الأصدقاء كان ينقل يقول أكثر في النت أكثر من ثلاثة آلاف شبهة عن الشيعة فسو شبهات كثير منها واهية كثير منها مغالطات دقيقة من الذي يزيح هذه الشبهات العلماء مو شو العابد العابد هو يدخل الجنة العالم مع فئات وفئات يدخل الجنة لذلك هذا أهمية العالم بالنتيجة استمرار شرع الله بوجود هؤلاء العلماء طبعا بفيض من الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وبهذا الإسناد رواية أخرى أيضا في فضل العلم والعلماء عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام قال الحسين بن علي عليهما السلام فضل هم أيتام أنا وعلي أبوى هذه الأمة انقطعنا عن أبينا أنا الإمام الحج المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف الناشب في رتبة الجهل نشب الشيء في الشيء كما في اللغة علق فيه تعلقنا بالجهل وعلقنا في الجهل لا نقدر لا نتمكن من أن نخطو إلى الأمام أو نرجع إلى الخلف متورطين اللي يكفل هذا اليتين وبالفعل هذا يتيم كما مضى يخرجه من جهله ويوضح له ما اشتبه عليه يأخذ إيده ويرشده يسحبه مما علق فيه على فضل كافل يتيم يطعمه ويسقيه كافل اليتيم جدا له روايات متعددة في فضل كافل اليتيم اللي يطعمه يسقيه الرسول العظم صلى الله عليه وآله قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة هكذا أشار بسبابته والوسطى في الجنة هكذا يعني مقامك كأنما شوي أنزل من مقامي هذا كافل اليتيم واليتيم المتبادر من يعني من يكفل الأيتام اللي فقدوا آباءه في روايات متعددة من عال يتيما حتى يستغني عنه يعني كبر إلى أنه هذا اليتيم كبر وراح اشتغل وصار صاحب ثروة صاحب مال بعد ما يحتاج إلى هذا الراعي وهذا الكافل من عال يتيما حتى يستغني عنه أوجب الله له بذلك الجنة أوجب الجنة هذا أمر عظيم عند الله عز وجل وأمير المؤمنين سلام الله عليه في الشعر المنسوب إليه ما إن تأوهت من شيء رزعت به كما تأوهت للأيتام في الصغري قد مات والدهم من كان يكفلهم في النائبات وفي الأسفار والحضري أمير المؤمنين أعظم خلق الله يقول آهي لليتيم تختلف عن باقي آهاتي ولكن هذا كافل يتيم يشقد إلى أجر عند الله ولكن كافل يتيم من أيتام آل محمد نسبته إلى هذا الكافل شنو النسبة؟ كفضل الشمس على السهة الشمس هذا الكوكب النير على السهة السهة كوكب خفي في بنات نعش عند الثانية من البنات كما يذكرون يمتحن الناس به أبصارهم هذا السهة يعني إذا واحد يريد يشوف عنده قوة في البصر أو لا عنده ضعف في البصر يقدر يشوف السهة كوكب السهة أم لا البعض يشوفون حد النظر يشوف السهة أما ضعيف النظر ما يقدر يشوف السهة التقيس الشمس بالسهة أصلا هذا يقاس تقاس الشمس بالسهة لا تقاس الشمس بالسهة فكافل يعني العالم الذي همه أن يخرج ضعفاء الشيعة من الظلمات إلى النور وإلى الجنة يهديهم إلى الجنة حكمه حكم الشمس في الوضوح بعد واحد يمكن أنه يقول أنا ما أشوف الشمس إلا إذا يكون في عين خلل بعد هو أنه صاحب عين طبيعية أو يكون بصير أعمى طيب وبهذا الإسناد نقرأ أيضا هذه الرواية ونكمل البحث عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام قال قال الحسين بن علي عليهما السلام من كفل لنا يتيما قطعته عنا باستتارنا من قدر نظهر محبتنا إلى يعني الإمام يرحى الشيعة نمرض لمرضه نرعاه روايات متعددة موجودة يدعو الإمام فأنا ما أقدر الآن أحس بدفء محبة الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجوه الشريف وذلك لقصورنا نحن الشيعة ولا هو الإمام هو موجود نحن غبنا عنه ولم يغب عنه ولا الكثير ممن صفوا نفوسهم وصلوا بمحظره المبارك وتشرفوا بلقائه بس يحتاج واحد هو يصفي نفسه طيب فواساه من علومنا واصه المواسات يعني يخفف من آلامه يخفف من حزنه شلون بعلومنا يجي يبين لعلومنا فواساه من علومنا التي سقطت إليه وفي تعبير سقطت هذا تعبير اللطيف مثل المطر شلون يسقط هذه الرحمة الإلهية تحضل على الإنسان كأنما علوم الأئم عليهم أفضل الصلاة تسقط إلينا تنزل إلينا هكذا حتى أرشده وهداه أخذ بيده ووصله إلى الطريقة شاب منحرف تكلمته وياه حاولته وياه وصرفت عصابك ووقتك وإلى أن هدئته شاب مخالف جبت إلى طريقة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة واسك السلام فسوى حقيقة أو على الآلم المجازي يمكن صاحة الحوار كثيرة عبر طرق مختلفة واحد يؤثر على الآخرين قال الله عز وجل أيها العبد الكريم المواسي لأخيه خففت عن حزنه ما دام ما يقدر أن يتلقى محبة الإمام مباشرة شنو هذا الحزن العظيم فأنت خففت عندما أوصلت له علومنا أيها العبد الكريم الله عز وجل يقول أيها العبد الكريم المواسي لأخيه أنا أولى بالكرم منك أنت واسد خففت من حزنه من آلامه أنا أولى بالكرم الله بيده خزائن السماوات والآخر عندما يعطي 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 بلا حساب ولا تنقصه كثرة العطاء إلا جودا وكرما هذا الكريم اجعلوا له يا ملائكتي في الجنان شنو بعدد كل حرف علمه ألف ألف قاصر واحد في الدنيا يدور على فد بيت شوي يكون مرتاح ألف ألف قاصر وضموا إليها ما يليق بها من سائر النعيم في القصر يحتاج خدام يحتاج حول يحتاج أرائك يحتاج طعام كل شيء يحتاج القصر بعد فضموا إلى هذه القصور كل هذه الأمور الله يعطي لو أرشد الإنسان يتيما واساه برواية بنصيحة فلا يبخل الإنسان على الآخرين نصح أي واحد يتكلموا أي واحد يمكن يمكن الآن ما يتأثر بكلامك يقول هذا معاند بس هذه الكلمة قد تغير مجرى حياته مية وثمانين درجة وراء عشرين سنة هذه هي العلة العلة جزء العلة يمكن فمليون من هذه الأجزاء تجتمع فيتغير أحد الأساتذة في الشامات أعلن استبصاره وتشيعه قالوا له كيف تشيعت قال من مصرع من أبيات ابن الحجاج أو جزء من مصرع أنا كنت أدرس في الجامعة فوصلته في كتب البلاغة في الجامعة في دمشق فوصلته إلى جزء من مصرع ابن حجاج رحمه الله حفيد ذاك السفاك المعروف الحجاج ابن يوسف لعنة الله عليه هذا ابنة يعني حفيدة طبعا حفيدة يمكن السادس السابع هذا من أفضل الموالين لأم عليهم أفضل وصلاة والسلام ومن الشعراء يقول في جزء من أشعاري كاتب لم أكتم كما كتموا يقول أنا وصلت إلى هذه الكلمة لم أكتم كما كتموا استغربت قلت في نفسي ما الذي كتموه وابن الحجاج لم يكتمه هذه الكلمة هي التي سببت أن أذهب وأبحث ما هي عقيدة ابن الحجاج وكيف وصل وبعد فترة من الفحص والتحقيق يمكن سنتيا ثلاث سنوات أنا استبصرت ووصلت إلى هذه القناعة فهو واحد ما يبخل حتى بكلمة واحدة أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن ننتفع بعلوم أهل البيت عليهم أفضل والصلاة وأسكالسلام وأن نتمكن من أن نكفل بعض أيتامهم هذا وصل الله على محمد وعليه الطاهرين ترجمة نانسي قنقر